وعشان تتم مجالس العلم كمان نستقبل أسئلتكم وعنا أول سؤال من أستاذ لطفي من المنصورة أستاذ لطفي السلام عليكم يا مولان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا حضرتك أنا سعيد جداً اللي كلمت حضرتك وأنا أسعد يا فندا الله يبارك لك اتفضل لحاجة لطفي بعد إذن حضرتك أنا بس عندي سؤال اتفضل لحاجة لطفي أنا الحمد لله رب العالمين مداوم على قراءة القرآن ربنا يتقبل يا رب يا رب بس عندي مشكلة حضرتك بقى ما بستوعبش اللي أنا بقراءة طيب يا سي يعني بقراءة كأنني بقراء من كتاب كده أو بقراء حاجة يعني القرآن ما بدخلش دماغي يعني اللساني بس اللي بيشتغل إنما ما فيش حاجة مركزة جواية أنا هقول لك تعمل إيه يا حاجة لطفي ده سؤال حضرتك يا حاجة لطفي اتفضل ده سؤال حضرتك أيوة حضرتك آه هجاوب حضرتك وقول لك تعمل إيه حاجة لطفي أول حاجة حاجة لطفي إنت محتاج تعمل ثلاث إجراءة الإجراءة الأولانية تحاول تتعلم شوية تجويد التجويد وإنت بتتجود القرآن وإنت بتقرأ القرآن تلاقي التجويد فين في المقارئ اللي بتعمل في المساجد دلوقتي وزاية أقف عاملة كتير من مقارئ دلوقتي في المساجد فتعمل إيه تحضر في المقراءة فلما تتعلم تقرأ بالتجويد سبحان الله تبتدي إيه اللي يحصل تبتدي تفهم شوية الكلام اللي إنت بتقرأ ليه لإن مجرد إن إنت تعرف الجمال اللي موجود في الآيات بتخليك تحس بإيه بمعنى من المعاني ده الإجراءة الأولانية إجراءة التانية بقى إحنا ربنا يستلنا في مصر بالذات وفي بلاء إن هناك تفسير لطيف سواء بيتزع في إزالة القرآن الكريم أو بيتزع عندنا تفسيرين تفسير السهل المعروف بتاع فضيط مولانا الإمام الشيخ الشعراوي وعندنا كمان تفسير سهل الميسر ممكن تسمعه كمان وتتعمد إن أنت تسمعه بتاع فضيلة الإمام الأكبر الراحل الله يرحمه محمد سيد تنطول اللي اتنين دولا يساعدوك إن أنت تبتدي تفهم ببساطة الكلمات اللي أنت بتقرأها وتعمل إيه؟ تبتدي تسمع 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 وممكن أولاد حضرتك يجبوه لك على اليوتيوب أو يجبوه لك مسموع تسمع شوية بشوية تفضل كده تقعد تسمع جزء مثلا تقرأ جزء عامة وتسمع التفسيرات بيها واحدة واحدة هتبتدي إيه؟ المسائل تفهم لإن إحنا مش طالبين إن حضرتك تفهم فتبتدي تشرح للناس إحنا مبتدين إحنا عايزيك تتزوق القرآن الكريم فدي أول حاجة تالت حاجة بقى أنا شايف أن أنت تعملها تسمع قراء الجمال بتاع زمان تسمع الشيخ محمد مصطفى اسماعيل وتسمع الشيخ محمد رفعت وتسمع الشيخ الحصري وتسمع الشيخ المنشاوي تسمع وتشوفي إزاي هم كانوا بيقرأوا لإن هم بطبعهم لما بيقرأوا القرآن بيقرأوا القرآن بطريقة وكأنها بتفسر تسمعوا كده هو بيتكلم عن أهل الجنة كأنك دخلت معهم الجنة وهو يتكلم عن أهل النور تحس أن أنت خايف وتحس أن أنت راغب أن ربنا سبحانه وتعالى يجنبك مكره تعمل الثلاث إجراءات دولة إن شاء الله ربنا هيكرمك يبقى مقرأة تسمع تفسير من التفسيرين المؤسرين دول الحاجة الثالثة تسمع كبار القرآن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير كل حاجة لطف